اشتركوا في القناة وهي وضع حزمة من السياسات والقوانين المزمع تطويرها داخل الدولة البيبية وهي ما كان منها وهو قانون نظام وطن المعلومات قانون نظام وطن المعلومات موجود منذ ساتة الفين قانون رقم أربع ستة وتسعمية وتسعين مع مرور الوقت نحن الآن في ساتة الفين واثنين وعشرين تغير التكنولوجيا تغير التقنية تغير الأدوات تغير هنسة الاجراء في كل مناحي الحياة داخل الدولة البيبية وهنا كان واجبا علينا أن نقوم بتطوير الجوانب التشريعية والقانونية في هذا المجال كثير من المعويقات وأنتم الآن موجودون هنا مهتمون بقطاع الميانات والمعلومات ومضم معلومات والتحول الرقمي هناك مشكلة كبيرة جدا توجهها داخل الدولة البيبية وهو عادة الجانب التشريعي والجانب القانوني الجانب التشريعي والجانب القانوني داخل الدولة البيبية يعاني الكثير من الإشكاليات أو العوائق في استكمال مراحل أو تطوير الدولة إلى الدولة الرقمية عادة عدم وجود تشريع لنظم الأطر أو العلاقات بين مكونات الدولة أو مكونات قضو المعنوات داخل الدولة ومن هنا كان وجوبا علينا أن نقوم بإعداد هذه المسودة التي أمامكم وتم طرحها من المدة الماضية للاستيقاء بعض الملاحظات منذ تأسيسها لإعداد مسودة هذا القانون وعلى رأسي من الدكتور وكذلك في نهاية نهاية هذه السنة وكذلك في مجال القانون الأعلي الملاحظات هذه ممكن تكون صبتة أو ديها علاقة بي تصبح في المستقبل كلائحة ترفيدية لهذا القانون شاكرا لكم قدوركم نحن بالسياغة النهائية لهذا القانون وإحالته نتجنا هنا نعملت على الأعجاب من شروع مصدق القانون حقيقة اليوم نهاية العام معلمات تعد ورشة لمناقشة مشروع مسودة قانون نظام مواطن معلمات اللي هو تحديث القانون الرقم أربع نظام مواطن معلمات لصدق سنة تسعيد القانون هذا هو يشمل ستين مادة وثمانية أبواب تهتمل بالبيانات والمعلومات بشكل عام من ناحية كميتها وطرق تداولها وحفظها وباب يشمل العقوبات والجزاءات نحن اليوم حبينا أن نشارك مسودة المشروع هذا اللي وطرحها للنقاش مع المتخصصين سواء التقنيين الفنيين أو مع إدارات القانون ومع المهتمين بشأن المعلومات والبيانات في الدولة الليبية ومع المتخصصين سواء التقنيين ومع المتخصصين سواء التقنيين والأخوات يسعدني أن أكون معكم هذا الصباح ويسعدني أن أكون من هذه الفعالية شكرا